طيب إنت حتى بتقول ما فيش حد من ولادة أنت عندك 8 عيال فيش حد منهم عارف أو مجبار يعني مش عيال متجوزين ومخلي فيهم وعندهم في قليات ما فيش حد منهم عارف يعمل الحاجة أنا ممكن بتعملهم لا 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 خلص؟ كان في بنتي اسمها سماح اسمها أصلا حقيقة نجلاء أيام أمها ما كانت عايشة كانت الأكل زيها دلوقتي؟ لا خلاص بقى لا ولا أنت عشان عايز تقول كده واتعقدهم أنت بتعقد العيال بعقد مين؟ بتعقد العيال؟ تقدرني في حياتي عملوك إيه؟ طب احكي لي عن يومك كده عامل إزاي دلوقتي؟ بتعمل تصحة تعمل إيه؟ أنا كنت ما كمش بقوم السبح أبداً كانت هي اللي بتقوم الساعة خمسة الصبح وستة الصبح خمسة الصبح وستة الصبح لا تقعد في الهوى بكرتها بتاع المحل أمان ما أنا أقوم منهم الباشعي أقوم منهم والنبي؟ لا دي كانت مدلعك أوي أوي طب وكيف بتلحق بقى ترجع تعمل الغدى وتوفق ما بين لا لا وأنا بقولك أستاذة إزاي بترحق تعمل كل دا؟ طب أنا أقولك على حاجة بتعمل المحشي زي عقلة الصباح آه صغير أوي دا؟ آه بتعمل ورق العنب ببيع ورق العنب بتعمل ورق العنب ممكن بتقعد من أول الصبح لحد بالليل دنيا ما بتعملش حلة بتعملها حلل بقى وتسيبها وكده لا والناس بقى برق بدي تدير طبق ودي دي طبق ودي دي طبق تحب تأكري الناس معنا هيت وفت إزاي؟ إحنا كنا عديم للترجع على التلفزين جوا بعدما أفرت مم وجاي بلب معي وقال لي حاجة لب قالت لأ أنا أخرج على البرق شاية إحنا البيت والمحل على طول جمي منه هم أنا أخرج إيه قعدت أنا إذا خلصت ربع كيلوليب أنا أحب الليب قوي بقى ربع كيلوليب حاجة يوصي لوحدك أنا بطلت السجار كنت بحرق نص كيلوليب وثلاثة ربع كيلوليب بس جدعة جدعة أنك بطلت أنا كنت بشون 8 علب جدعة 8 علب سجار في اليوم أجيب خرطوشة ما كانتش بتزعق لك دي الوحدة أخناق دا أنا أقولك على حقها دعيتني في السعودية أن أنا بطل آه جيت من السعودية لقيتني مبطل هي قلت لك أنا دعيت لك ولا أنت حسيت بدعوتها والله ما تعلميش أحرجتك في التليفون قلت لك أنا بداي لك يا حج يسري لا هي من الزمان عملت تقولي بطل السجار بطل سيون الله حضر يا حج حضر يا حج حضر هي عملت على فكرة 14 عمرة وحدة ما شاء الله اللهم أبارك ودعوتها شوف وصلة إزاي آه يعني حتى بطرقتها خلتها كيات بطلت جيت من السعودية كنت أنا بطلت بقى من الملبس واللب كنت بجيب 2 كيلو ملبس ويه ما تاكلتش معاك اللب والمريضش تاكل معاك اللب اليوم ده لا ما رديتش بس في العدي كاب تاكل بتاكل اه وخارجت قاعدة برا لما قاعدة برا أنا خلصت اللب من هنا لايه ثابعتاني مع ابن بنتي كوباية حجه سعاء لا الحنية كانت فيها جمدة الله يرحمي الله يرحم جميلة عارفت أنت بتحب ايه بعد ايه وتشرب ايه وتاكل ايه حافظك قبل ما أم النوم وأنا باشرب السجار من لدم اللقمة وكوبات شبه لدي أو ما شربهم من هنا قبل ما أخسل وش حتى شربهم وهلأ على السجرة وعدد خير الحامل حافظة؟ عيش رجاندة يعني مش ريانة طب وبعد ما بعتتولك بقى بكوباية الحاجة الساعة؟ قديت الوالد كوباية بعد ما شربتها خرجت لقيت سويت طب وبعدين أنت عملت إيه؟ كانت بتشتكي من حاجة كابتولك أنا تعبانة؟ نعم 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 هي عندها السكر والضغط ومس بموظمة لقى فجأة حصل كده؟ اه قاعدة كده راحت عاملة كده عملت إيه أنت بقى بعدين؟ أنا خرجت سينوا معي أولاد تمنت انفار بن شرحة يالله ما صلى على النبي كانت مالي أنا دخلناها عالك أنا بعد تارعك في صدرها وفي الآخر واحتم عيطت أول مرة في حياتي كنت عيطت قدامهم قدام العيال؟ قدامك كل ما همكشة حد؟ أنا عمره ما عيطت في حياتي حتى لما بيها مات واخره مات وقت ماتت أيوة أنت قلت كده في التقرير إزاي؟ حتى لما باباكت وفره؟ بعيط من الداخل وما تبينش قدام حد لشان هبتي وما ينفعش وعندنا ثقافة الراجل ما عيطش إحنا عارفين ها دي لا دي عيطت عليها عيطت عليها وخرجت برأة الشارع بدلمت بشارع كله والطول الحاجة ماتت وظلمت علي لدي بشارع كله بدلمت ترجمة نانسي قنقر